بشكل رسمي أو غير رسمي فسلطنة عمان حضرت مؤخرا بصورة أكبر في الأزمة اليمنية بالأمس عاد إلى المهرة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري من زيارة رسمية للسلطنة امتدت لأسابيع التقى فيها مسؤولين عمانيين وسفراء الدول الكبرى قال الوزير إن هذه الزيارة جاءت بناء على توجيهة الرئيس هادي لبحث عدد من الملفات منذ بداية حرب التحالف في اليمن اختارت عمان النائب نفسها عن التدخل في اليمن عسكريا الأمر الذي فسره البعض بأنه موقف محايد من الأزمة في اليمن فيما رأه البعض الآخر دعما غير مباشر لميليشيا الحوثي بحكم العلاقات الاستراتيجية بين مسقط وطهران أواخر العام 2017 استقدمت الرياض قوة عسكرية كبيرة إلى المهرة المحافظة التي تعد بالنسبة لمسقط امتدادا لأمنها القوم في اليمن يرى البعض أن حضور السعودية المكثفة في المهرة عبر استخدام شرعية الرئيس هادي يخفي وراءه مؤشرات صراعا إقليميا بين السعودية وعمان قد يتحقق على أرض يمنية أبناء ووجهات المهرة الذين تربطهم مصالح تاريخية مع سلطنة عمان كانوا رأس الحربة في مهاجمة التواجد السعودي في المحافظة التي أشعلت الرياض النيران فيها فيما يرى مراقبون أن حماية السلطنة لما تراه مصالحها الاستراتيجية في اليمن لا ينبغي أن يكون على حساب السيادة اليمنية ومسار الدولة في منتصف نوفمبر الماضي زار نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان مسقط والتقى المسؤولين العمانيين ضمن جهود وصفها البعض بأنها في إطار التقارب السعودي الحوثي والتي تدعمه أيضا الولايات المتحدة سياسة مسقط في اليمن يكتنفها الحذر والغموض ومحاولة إمساك العصى من المنتصف بين اللاعبين المحليين والإقليميين والدوليين لكنها في الوقت ذاته لم تعاد الدولة اليمنية بالشكل الذي يفعله من يزعمون أنهم خلفاؤها